الآن بسم الله يا ابو لابن الروح القدس قال الله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في برنامج سراجل لرجلي كلامك إحنا كنا المرة الفاتة اتكلمنا على الخروف القائم كأنه مزموح وقلنا يشيب للسيد المسيح له المجد وإزاي أنه هو الوحيد اللي قدر ياخد هذا السفر عشان يفك ختومه وشفنا برضو المرة اللي فاتت إزاي أنه الـ 24 خصيص اللي بيشفعوا فينا والأربع حيوانات غير المتجسدين بيقولوا للمسيح أو للخروف القائم كأنه مزموح أنك مستحق لأنك اشتريتنا لله بدمك وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة ودي نقطة من نقطة مهمة هما بيكلموا نيابة عن البشرية وشفاعة عن البشرية وعن الورط اللي كانت فيها البشرية من أول آية 11 يقول يحنى الرأي ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف منظر جميل ومبهر أنه أول ما يبتدي الخروف يسحب هذا السفر ليفك ختومه يبقى فيه نوع من أنواع الفرح وفيه نوع من أنواع البهجة وأعداد الملائكة اللي هي ربوات يعني عشرات الألاف وألوف أعداد ضخمة من الملائكة ورأسان الملائكة مع الأربع عشرين قسيس مع الأربع حيوانات غير المتجسدين فرحنين ومبتهجين ببداية عمل الله وبشغل ربنا قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المزموح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة يعني زي ما بنيجي ربنا في أسبوع الألام نقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة بندي ربنا مجد وبركة مش لأنه ما كانش عنده لكن احنا بنوضح له ونقول له يا رب احنا فهمنا من خلال فدائك ومحبتك أمور كتيرة فهمنا أنك بتحبنا وفهمنا أنك ليك القدرة حتى على الموت وفهمنا أن ليك البركة لأن بوجودك في وسطنا باركتنا وفهمنا أنك ليك المجد لأنك بانتصارك على الموت قدتنا أن احنا كمان ننتصر على الموت فعطيتنا مجد النصرة وفهمنا يا ربي أنك غني رغم أنك جيت في منظر فقير وفهمنا أنك حكيم ومظر الحكمة رغم أنك اخترت جهلاء العالم لتغذي بهم الحكماء من خلال فدائك يا رب وخلاصك ومن خلال خطتك ظهرت لنا كل المظاهر دي احنا كبشر نتيجة جهلنا ونتيجة أنه عدم معرفتنا وعدم قدرتنا على الرؤية ما كناش فاهمين قدرتك وغناك وحكمتك ومحبتك وفدائك وسلطانك ما كناش عارفين كل الأمور دي لكن عارفنا كل الأمور دي بتجسدك وفدائك وعلشان كده يوحنى الحبيب في إنجيل الإصلاح الأول يقول الله لم يره أحد قط ما كناش شايفين كل ده ما كناش عارفين كل الخدرات دي ما كناش فاهمين كل المعاني دي لكن الابن الوحيد الذي في حدن الآب هو خبر بتجسد المسيح بمجيء الخروف القائم كأنه مسبوح بوجوده فستينا فهمنا القدرة والمجد والبركة وحسينا بعمله في حياتنا وإحنا كبشر أعلن لنا إزاي إن المسيح أخذ هذه الأمور من الله الآب وفهمنا أن الابن الوحيد في حدن الآب هو خبر هو وضح وبين للبشرية كلها وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعناها قائلة كل المخلوقات كل الأمور اللي جات بتدبير ربنا وبعمله وخلقة ربنا كل الأمور اللي خلقها ابن الإنسان اللي خلقها المسيح المتجسد الله كلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان كل الخليقة دي عملت إيه سمعتها قائلة يحنى بيقول أنا سمعتها بتقول بتقول إيه بقى يا يحنى بتقول للجالس على العرش وللخروف وهنا واضح المساواة مساوي للآب في الجوهر وعلشان كده لما ظهر أريوس وقال المسيح إله أقل من الله لأن الإبن أقلم الآب أنا معرفش إزاي أريوس فهم الآية دي إنه إزاي أمام العرش كل الملائكة ورؤساء الملائكة كل التغمات السماوية الأربعة وعشرين خلسيس والأربعة حيونات غير المتجسدين كل الخليقة اللي على الأرض واللي تحت الأرض واللي على البحر قالت للجالس على العرش وللخروف قالت له إيه بقى البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين وأنا الحقيقة ما عرفش شهود يهوى اللي بيقولوا أن المسيح هو رئيس الملائكة وهو طغمة عالية طغمة يعني درجة ملائكية عالية وهو رئيس كل الملائكة بيقولوا إيه في اللقطة دي بيقولوا إيه في اللقطة دي اللي فيها منظر الجالس على العرش الله الآب والخروف القائم والاتنين بيعطوا نفس الدرجة من المجد والبركة والسلطان يتقال لهم كده لكم البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين يعني هذه الكرامة وهذه البركة وهذه السلطان وهذا المجد هو مجد أزلي الحقيقة أنا باستغرب إزاي يجوا ناس يقولوا المسيح الإبن أقل من الآب أو أنه رئيس ملائكة أو أنه إله وليس الله في حين أن المعاني واضحة أن المجد يعطى للخروف بنفس مقدار ما يعطى للجالس على العرش الله الآب وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين الحيوانات بتصدق على الكلام اللي قالوا الملائكة والأربعة والعشرون شيخاً أو قسيساً والشيوخ خروا وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين الشيوخ عملوا إيه؟ سجدوا سجدوا إلى حي إلى الأبد الأبدين وممكن ده يطلق على الجالس على العرش ويطلق أيضاً على الخروف القائم كأنه مسبوح لأن المسيح ها أنا حي أو كنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبدين يعني ده كلامة قال على المسيح في سفر الرؤية كنا خدنا قبل كده في حلقة من الحلقات اللي فاتت فهنا السجود والخضوع والمجد والكرامة والسلطان يعطى لله الآب الجالس على العرش وللمسيح الذي هو الخروف القائم كأنه مسبوح ويجي الإصحاح السادس في بدايته يقول يحنى ونظرته لما فتح الخروف واحدة من الختوم بدا بقى الخروف يمد إيده ويفتح الختوم ويفتح الأسرار ختم ختم ومع كل فتحة للختم يحصل حدث ودي نقطة مهمة احنا محتاجين بنعمة ربنا نفهمها بالراحة فمع كل ختم يفتح يحصل حدث والحدث ده ممكن يكون حصل في العالم وله معنى واضح ويمكن كلنا نقدر نفهم لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة سمعت واحدا من الأربع حيونات قائلا كصوت رعد وتلاحظ هنا الصوت صوت ايه؟ رعد يعني كلام فيه تحذير وفيه انذار لأنه ما سيحدث الآن من عمل فداء ومن خلاص ومن أحداث عملها المسيح وعملها مع كنسته ومع شعبه وعملها لولاده اللي عايشين في وسط العالم وسمح لهم بهذه الأحداث لازم ناخدها باهتمام فالكلام اللي جي من أحد الحيوانات غير المتجسدين اللي كانوا تحت عرش الله واللي كانوا في وسط العرش الكبير اللي هو المسيح أو الله الجالس على العرش الآب الجالس على العرش وحول 24 قصيس يدي كلام مهم جدا كلام رعد نسمعه باهتمام لأنه كلام تحذير فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب أول منظر ظهر وده اللي خلى أحد الأربعة حيوانات غير المتجسدين يقول ليحنى بصوت مرعب صوت رأى أنظر فنظر باهتمام وبحرص لما الخروف فتح أول خط شاف منظر فرس وركبه الفرس ده لونه أبيض وركبه واحد معه قوس وأعطي إكليل على رأسه تاج واللي ركب الفرس الأبيض ده خرج عشان حكتين خرج غالبا منتصرا ولكي يغلب يعني خرج غالبا ولكي يغلب هو أعطى أن ينتصر ربنا اداله قدرة على النصرة لكن هي النصرة من جواه مش عطية من برة دي عطية داخلية فهو غالبا لكي يغلب يعني هو هينتصر وسر النصرة جاية من جواه والحقيقة الأباء بيقولوا دي ترمز لعصر الرسل والكنيسة الأولى اللي فيها الفرس الأبيض كلمة الله اللي جاية تنور على الناس باللون الأبيض هي كلمة تنتشر ويحاولوا الناس يعطلوها لكنها خرجت إلى كل العالم يقولك كده فتنوا المسكونة تعبير تقال على الأباء الرسل أنهم إيه فتنوا المسكونة يعني فتنوا المسكونة يعني انتصروا على كل المعوقات وعلى كل الاتهدات وعلى كل المشاكل والنصرة مش بس أعطيت ليهم دي كانت كمان جواهم لأن سر نصرتهم هو المسيح اللي موجود في الكنيسة والروح القدس اللي في داخلهم اللي أعطاهم أن هم يغلبوا بآيات وعجائب ومعجزات وفتنوا العالم كله سبعين رسول كانوا من أفقر الناس ومن أغلب الناس ومن أضعف الناس طبعا بمنطق الدنيا لكن كان فرس أبيض وكان جالس على فرس أبيض عنده قوس يضرب كده يعني نفس التعبير اللي بتخلو لما بيضرب ويوجي كده السهم من ناحية القلب لأي واحد بيسمع هذا الإيمان وبيتعامل مع هذا الإيمان وعنده السعداد إنه يتجاوب معاه يوم يعمل زي السهم اللي بيرشأ في القلب فما يبقاش مالوش حل مالوش حل ده نفس التعبير اللي حصل لما معلمنا ماري بوتر السيوم الخمسين وعز فالكلام دخل في قلوب الناس اللي كانت وقفة يقول الوحي لله في سفر الأعمال أنهم نخسوا في قلوبهم فالفرس أبيض والجالس على الفرس أعطي القدرة على النصرة وهو خرج لينتصر وده شيء يدينا معنى مهم بنقوله في سفر أعمال الرسل ونقوله في كل أداس أنه لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل باعة كلمة ربنا هتفضل طول ما احنا عايشين وطول ما احنا موجودين على الأرض تجيب ناس للمسيح وتؤثر في ناس وفي قلوب الآخرين وتجعلهم ليشهدوا للمسيح صدقوني ساعات بنشوف ناس أبعد ما يكونوا عن ربنا وأبعد ما يكونوا عن المسيح والإيمان المسيحي وكلمة ربنا بتجيبهم وتعاليم ربنا بتجيبهم وبيكرزوا للمسيح ويهتموا أن يتكلموا عنه باهتمام أكتر من أي واحد كان مسيحي في الأصل أو كان مولود مسيحي فأول حاجة حصلت مع أول فتحة للختم انتشار للإيمان وانتشار الإيمان ده حصل في عهد الرسل وكان فيه قوة وآيات وعجائب لكن برضو ودي نقطة مهمة أنا حابب أتكلم معكم فيها وإن كانت نقطة أخيرة أن ما كان يميز وقت الفرس الأبيض أن الكنيسة كانت مشتركة مع بعض في حياة شركة وكانوا يوازبون على الصلاة والصوم وكسر الخبز وعلى حياة الشركة ودي نقطة احنا محتاجينها دلوقتي كان من سر قوتهم مش بس طبعا الروح القدس اللي فيه الكنيسة واللي في قلوب المؤمنين ولكن حياة المحبة والشركة ودي دعوة لينا كلنا أن احنا ما نختلفش مع بعضنا ونصطدم مع بعضنا جايز كل واحد يبقى ليه رأي غير التاني لكن في الآخر لازم نتعلم زي ما الكنيسة الأولى كان كل شيء بينهم مشترك ورغم وجود اختلافات ووجهات نظر لكن كانوا في الآخر يتفقوا على شيء ويقولوا رأى الروح القدس ونحن طبعا انا رأيي ما اتخدش المرة دي معلش سيب ربنا يظهر اذا كان رأيك ده مظبوط ولا لأ ومع الوقت جايز ربنا يوضح ان رأيك صح نحن نخضع لفكر شركة لكنيسة لفرس أبيض خرجة ليغلب وهو أصلا غالبا لأن القوة من جواه قوة المسيح وقوة عمل الروح القدس اللي جوا الكنيسة ده أول فرس وأول ختم بنعمة ربنا المرات الجاية نشوف لما اتفتح الختوم الأخرى ايه اللي ظهر و ايه اللي حصل و ازاي ربنا بيبعت لنا رسائل مهمة عشان نكون حذرين لإلهنا المجد دائما أبديا آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر